بن بويه أسرة قدمت من الديلة من بادية فارس واستقرت في بغداد في المئة الرابعة الهجرية وصار لهم الأمر والنهي حتى تولوا رئاسة الوزراء ثم كان من جملة وزرائهم رجل يقال له أبو طاهر بن بقية رحمه الله تعالى والذي أجزل العطاء لعموم الناس وأكرم الشعراء والعلماء والأدباء وفي يوم من الأيام حسده رئيس الوزراء الوزير عبد الدولة بن بويه فقتله وصلبه على باب من أبواب بغداد فلما أصبح الناس وإذا بهم يرون جثة بن بقية مصلوبة على مدخل بغداد فجاء الشاعر أبو الحسن بن الأنباري ورأى هذه الصورة المؤثرة هذه الجثة المعلقة في السماء وقد مدت اليدان كأنها تجزل للناس العطاء وكأن الناس حوله كأنهم يحضرون خطبة من خطبه وكأن النار التي أوقدت ليلا هي نار القرى وكأن الجيش الذين اجتمعوا حوله خوفا من ثورة مضادة كأنهم يحرسون فقال علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات كأن الناس حولك حين قاموا أفد نداك أيام الصلاة كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قائم للصلاة مدت يديك نحوهم احتفاءا كمدهما إليهم للهبات ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الممات أصار الجو قبرك واستعاض عن الأكفان ثوب السافيات لعظمك في النفوس بقيت ترعى بحفاظ وحراس ثقاتي وتشعل عندك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحيات فلما سمع عضو الدولة بهذه الأبيات قال يا ليتني كنت أنا المصلوب وفي قيلت هذه الأبيات فقيل ما حسد مصلوب مثل هذا